بتسوانا يوم الثلاثة اللي جاي استكمل أخبارنا وبحق منتخب موريتانيا فوز صعب أمام نظير وبتسوانا بنتيجة هدف مقابل لشيخ للمباراة اللي جمعت بينهم مساء السبت على ملعب موريتانيا في إطار منافسات طبعا الجولة الأولى من التصفيات مغرب 2025 والحقيقة فوز موريتانيا على بتسوانا بتوريك أن انت رايح برضو على مباراة مش هتكون بالصعوبة بنفس الشكل اللي شفته أمامك كافيردي دايما كان الناس بتشايفه زي ما كان بيتكلم السيد محمد رايح أن أنت قبل اللقاء ما كنتش تتوقع أن أنت تقدر تكسب بتلت أهداف وتعمل مباراة كبيرة أمامك كافيردي المنتخب اللي كان قبلته قبل كده وكان منتخب صعب مش منتخب سهل خسرت بتسوانا بتقول المباراة إن شاء الله تكون سهلة لمنتخبنا الوطني وطبعا اللقاء كان ضمن منصفات المجموعة التالتة اللي بتضم المنتخب الوطني وكذلك كافيردي وجي الهدف الوحيد للمورتانيا عبر اللعب سيدي بوتا عمار في الديا 84 عشان يدي المنتخب المورتاني أول تلت نقاط في المجموعة التالتة نستكمل أخبارنا وعلى منتخب الجزائر اليوم استبعد الثنائي رياض محرز وحسام عوار من الصفر إلى ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والجزائر بيحل ضيفا على ليبيريا مساء يوم الثلاثة إن شاء الله اللي جاي في الجولة التانية للمجموعة الخمسة بتصفيات أمم أفريقيا والتحدي الجزائري للكرة القدم عبر صفحيته الرسمية على موقع فيسبوك إنه لن يتمكن اللعبان حسام عوار ورياض محرز من المشاركة في المباراة اللي جاية ضد ليبيريا وده الأسباب طبية وأضاف إن المدرب فلاديمير قرر عصر اليوم السبت أعفاء الثنائي من الصفر إلى ليبيريا مش هيكونوا موجودين في اللقاء اللي جاي علق وليد الرجراجي مدرب منتخب المغرب على النقاش اللي ضار بين حكيم زياش وإبراهيم دياز خلال مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجابوني في الديئة التمنى من المباراة كان تحصل الزلزولي على ركل الجزاء وطلب إبراهيم دياز تسددها ولكن حكيم زياش رفض الموضوع وأصر على تنفيذ ركلة الجزاء بعد نجاحه محقق الهدف الأول وأظهرت لقطات من المباراة لأشرف حكيمي وهو بيسلم الكرة لحكيم زياش لتنفيذ ركلة الجزاء وده مما أثار يعني استغراب إبراهيم دياز اللي رحل اللي دخل في نقاش مع أشرف حكيمي حوالين سبب تسليمه للكرة لحكيم زياش وقال الرجراجي في المؤتمر الصحفي أن إبراهيم أراد تسديد ركلة الجزاء ولكن زياش أخبره أنه قادر على تسجيلها هذا كل ما في الأمر ولكن ما فيش حاجة حصلت والمشكلة مش مشكلة كبيرة تقدر تقول يعني أن هي حصلت بتحصل ولكن انت بتيجي دايما في كل منتخب أو كل فريب بيبقى فيه مترقة من اللي بيشوت ركلة الجزاء رقم واحد فلان رقم اتنين فلان بتبع عارف أي أن كان إيه اللي حصل لو فيه ركلة الجزاء بيكون موجود وعارف مين اللي يسدد وده اللي خلى يمكن حكيم سدياش يمسك في الكورة وراح سدد رقلة الجزاء وفي الآخر إبراهيم دياز واحد من أهم اللعيبة برضو اللي موجودة داخل المنتخب واحد من اللعيبة اللي مكسرة الدنيا إبراهيم دياز ولكن الرجراجي قال ما فيش مشكلة والموضوع ما كانش مستاهل يعني اللي حصل استكمالة اللي أخبارنا حقا منتخب ناجيريا يفوز كبير على نظير ومنتخب بنين بتلت أهداف نظيفة في المباراة اللي جمعت بينهم مسائل سبت في الجولة الأولى من التصفيات أمم أفريقيا 2025 وسجل هتف منتخب ناجيريا اللعب لوكمان في الديئة التانية من الوقت بدل الضاية للشوط الأول وكان أضاف الهدف التاني فيكتور قسمين في الديئة 78 وفي الديئة 83 عاد مرة تانية لوكمان ليسجل الهدف التالت لناجيريا والتاني ليه وبيلعب منتخب ناجيريا طبعا وبنين في المجموعة الرابعة اللي بتضم معاهم منتخب ليبيا ورواندا وكان منتخب ليبيا سقط في فخ التعادل أمام ضيفه رواندا بهدف لكل من هما في المباراة اللي جمعتهما على ملعب استاد 11 يونيو بليبيا في افتتاح مشوار هما بتصفيات كاسر أمام أفريقيا افتتاح التسجيل لمنتخب ليبيا عن طريق صبحي الضاوي في الديئة 16 من اللقاء قبل أن ينجح منتخب رواندا في تسجيل هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني اللي يكتفي كل من المنتخبات بيحصد نقطة وكان التعادل الناجيري لقرد القدم قد أعلن الشهر الماضي عن تعيين لألماني برونو لاباديا مديرا فنيا لنصور الخضر لخلافة المدرب السابق فيندي جورج واللي تم اتقالته من منصبه مؤخرا